اشتركوا في القناة يوم حافل بحضور جماهيري عظيم جدا لجماهير كبيرة وعظيمة سطرت تاريخ في استاد القاهرة الدولي بحضور ما لا يقل عن ستين ألف مشجع التشجيع مبارح كان غير المسندة مبارح كانت غير المؤذرة وزقير الجماهير في المدرجات كلها كانت غير احنا مبارح رجعنا لأكتر من حوالي خمستاشر ستاشر سنة الورى فكري الفاينال الأهلي والقطن الكاميروني 2008 نفس المشهد نفس المنظر نفس التشجيع نفس الحماس مبارح جمهيري النادي الأهلي كانت هي صاحبة الحدث الأكبر في استاد القاهرة مبروك للنادي الأهلي التأهل التاريخي إلى نهاء دور أبطال إفريقيا النهاء الخامس على التوالي رقم تاريخي حلم تاريخي خمس سنوات متتالية النادي الأهلي بيكتب تاريخ بيسطر تاريخ أنه بيلعب الفاينال للعام الخامس على التوالي يارب بإزد الله تكمل على خير يوم 25 خمسة ويتوج الأهلي بطلا لدور أبطال إفريقيا عشان نقفل أول دستة من بطولة دور الأبطال بطولات كبيرة أعظم البطولات الإفريقية وأكبرها الأميرة السمراء بالطبع الختام والنهائي هيكون مع الترجي التونسي في مواجهة متكررة آخر 12 سنة فينال 2012 الأهلي والترجي فينال 2018 الأهلي والترجي فينال 2024 الأهلي والترجي وكأن كل ست سنوات يجب أن تكون على موعد مع مباراة نهائية بين الأهلي زعيم وكبير القرى الإفريقية مع الترجي شيخ الأندية التونسية حلقة النهاردة من برنامج التريند سيكون فيها التفاصيل وكواليس مهمة جدا عن أحداث المباراة أجواء المباراة الحضور الجماهيري الأرقام القياسية اللحقها الأهلي بالأمس وكمان هنلقي الدوع على فريق الترجي التونسي اللي جاي من بعيد ومحدش كان يتوقع خالص نتيجة التغييرات الفنية اللي حصلت في الفريق الفترة الأخيرة أنه يكون موجود في فينال دور الأبطال هنتكلم عن طاقم تحكيم المباراة كلام كله على المرأة الحديدية ماريا ريفيد وده الاسم اللي احنا أطلقناه عليها هنا في برنامج التريند وقت الإعلان عن طاقم تحكيم مباراة العودة حكام مباراة الفاينال مين الحكم الأبرز الحكم المرشح الكاف بيفقر ازاي ليه مبارح فاكم الفار عامة المباراة كبيرة كل الكواليس وكل التفاصيل كالعادة هتسمعوها وتشوفوها من خلال برنامج التريند لكن نبدأ حلقتنا بسرعة ونبدأ بسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة عايز أعرف رأي حضراتكم في أداء الأهل وفوزه على ما زنبي ومن هو أفضل لاعب في المباراة من وجهة نظركم الكل يشارك معنا ويدخل ويجاوب على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من أراءكم على أداء الأهلي ومين من أفضل ماتش الخيارات ممكن ما تكونش كتيرة ولكن الأسماء البارزة ممكن في اسمين ثلاثة هستنى وشوف رأيكم في ختام الحلقة عشان نعرف مين من أفضل ماتش من وجهة نظر جمهوري النادي الأهلي أو كل متتبعي ومشاهدي برنامج التريند على شاشة قناة الأهلي نروح دلوقتي بسرعة اللي أهم العنوية البداية في تريند الأهلي الأهلي يتخطى حدود التاريخ وكمان ملحمة عظيمة لجمهوري الأهلي في القاهرة وأخيرا صراع جديد بين الأهلي والترجي على الأميرة السمراء نروح لاستعراض ده مباريات اليوم والبداية بالدوري المصر النهاردة استيناف مباريات الجولة 19 في مباراة يمكن الشوت الأول انتهى منذ قليل بخسارة البلدية على أرضه ووسط جمهوره أمام زد 0-1 مباراة طرقت الساعة 4 يعني الشوت الأول انتهى منذ قليل بتقدم زد بهدف مقابل لشي الجونة هي الصديفة للتحدي السكندري الساعة 7 في الجونة نروح للدوري الإنجليزي ومنذ قليل انتهت مباراة مهمة جدا بتعادل واستهاء مع ليفربول 2-2 عشان يبتعد فريق ليفربول على المنافسة على الدور الإنجليزي بنسبة كبيرة جدا فريق المباراة المتبقية ليفربول 3 مباريات محتاج يكسب 3 مباريات وفي نفس الوقت السيتي متأخر عن ليفربول مباراتين فصعب جدا ان السيتي أو أرسنال يفقد نقاط كتيرة في الفترة اللي جاية موقف صعب ليفربول وكلنا شفنا بالتأكيد الواقعة المشدة اللي كانت ما بين محمد صلاح مع يرجن كلوب المدرب الألماني أعتقد الوضع في الفربولي صعب جدا نتيجة ان كان يرجن كلوب قال انه مش هيكمل المسلم فيبدو ان الأمور فرطت شوية في غرفة خلع الملابس طيب الساعة 5 فيه أربع مباريات فولهم هيستضيف كريستال بالاس المان يونيتد هيستضيف بيرلي نيو كاسل يونيتد هيستضيف شيفلد يونيتد ويلفر هامبتون هيستضيف لوتون تاون والساعة 7.5 إفرتون هيستضيف برينت فورد والساعة 10 أستون فيلا هيستضيف تشلسي الدور الأسباني ومنذ قليل انتهت مباراة لاس بالماس مع جيرونا بخسارة صاحب الأرض لاس بالماس 02 خمسة وربع المارية مع ختافي سبعة ونص ديبرتيفو ألفس مع سيلتا فيجو عشر أتلتكم بالدريد مع أتلتكم بالباو ونروح للدور الإيطالي الشوت الأول انتهى بالتعادل السلب بين ليتشي وموينزا الساعة 7 يوفينتوس مع الميلا عشر اللاروب بلاتسيو مع هيلس فيرون دي أبرز مباراة اليوم كالعادة السبت الممتاز قمة المباراة والإثارة في البريمير ليج أو حتى في الدور الفرنسي والأسباني والإيطالي نخرج إلى فاصل ثم نواصل حقق الأهل المراد وتأهل إلى النهاء التاريخي نهاء دوري أبطال إفريقيا وسع للأطر وصل الفاينال خلاص الأهل كتب التاريخ من جديد وأطر النادي الأهلي وصل للمحطة الأخيرة المحطة الأخيرة مع مواجهة شيخ الأندات التونسية فريق الترجي التونسي وزي ما قلت في بداية الحلقة كل 6 سنوات لازم الأهل يلتقي مع الترجي في نهاء دوري الأبطال 2012 النهاء الشهير في رادس 2018 أيضا كان النهائي في رادس ولكن في 20 24 النهائي في القاهرة بإذن الله نتمنى يا رب النادي الأهلي يكون موفق في هذا اللقاء ويقدر يحقق البطولة الرقم 12 لو تبصوا كده على مراحل دوري أبطال إفريقيا من 2006 إلى 2024 كل 6 سنوات بطولة مع الأندات التونسية 2006 مع السفاقسي 2012 مع الترجي 2018 كانت مع الترجي 2024 مع الترجي نهائي دايما مصري تونسي الأهلي دائما وأبدا هو الممثل الأبرز للأندية المصرية مع الترجي أو السفاقسي أو حتى النجم السحلي في فترة من الفترات مع الأندية التونسية والكلمة الشهيرة أو الجملة الشهيرة لولا الأهلي لكان للأندية التونسية شأنا آخر مباراة الأمس أجمل حاجة فيها الحضور الجماهيري بكل أمانة جماهيري ناتي الأهلي أنا مبارح عشت الحدث لحظة بلحظة حضرت ناتي أمبارح في الأستاذ وكنت متواجد في وسط الجماهير وقلت أشوف التشجيع والمسندة والحضور الجماهيري من زمان ما شفناش المشهد ده السعة الكاملة في أستاذ القاهرة ما بتحصلش كتير وما بتتقررش كتير ولما بتكون مع جماهيري ناتي الأهلي بيقالها شكل خاص وليها رونة خاص واللي احتفالات مبارح بعد المباراة لا احتفالات تنم عن فرح الجماهير بمباراة كانت صعبة جدا قطر النادي الأهلي طوال المشوار الإفريقي كان فيه محطات صعبة قوي ولكن جماهيري ناتي الأهلي كانت هي تقدر تقول سائق هذا القطار عشان تقدر تحط الفريق في المحطة الأخيرة محطة الوصول لبر الأمان وده اللي حصل بالفعل على مدار مشوار البطولة الأهلي كان واجه تحديات كتيرة لكن جماهيري النادي الأهلي كانت دائما وأبدا بتحط النادي الأهلي في مكانته الحقيقية وبتحط الفريق في الوضع الصحيح وبتساند اللعيبة وبتقازر الجهاز الفني في أي وقت من الأوات مباراة الجماهيري مش بتشجع بس طوال التسعين دقيقة عارفة إمتى تشجع عارفة إمتى تساند عارفة إمتى يبقى لها دور وقت مراجعة حالة الفار وأنا عندي كلام مهم جدا عن التحكيم النهاردة لا الجمهوري مبارح من وجهة نظر ومن وجهة نظر الكثيرين كانوا هم مبارح أهم شيء في المباراة لو نقدر نقول من أفزماتش من رجل المباراة هو جمهوري النادي الأهلي ما لا يأقل عن 65-70 ألف متفرج الملعب ممتلع عن آخرة مفيش غير مدرخ صغير للفريق الضيف بتتكلم في مساحة مثلا حوالي 3-4 تلف مشجع أو 3-4 تلف كرسي في مدرخ الأولى يمين عدد صغير جدا بس عشان الفريق المنافس لو في ليهه مهور هيكون حاضر لكن الملعب كله في كل الدرجات كل الدرجات كامل العدد مشهد جميل الإنارة المسندة التشجيع كل حاجة في الملعب مباراة كانت مثالية ومباراة حتى من أعضاء الاتحاد الإفريقي والتزاكل المسموحة للاتحاد الإفريقي مباراة مباراة ما لا يقل مثلا حوالي 100 تسقرة كانوا موجودين حتى مباراة في المقصورة الأمامية وفي الدرجة الأولى ليمين ودرجة الأولى يسار يعني المباراة مباراة كان فيها جنسيات كتير جدا رئيس نادي مازينبي كان موجود مويسكا تومبا كان موجود مباراة مع الفريق وطلع قبل بداية المباراة قاعد في المقصورة الرئيسية مع مجلس إدارة النادي الأهلي المشهد كله بصراحة كان حلو الجماهير عملت السيمفونية ورجعنا من تاني بقى النادي الأهلي ينايم أفريقيا من المغرب زي ما بيقولوا فاكرين كده 5 و 6 2005 و 2006 و 2007 و 2008 4 نهايات متتالية فترة جميلة دي بتتقرر تاني من 2020 ل 2024 أو 2020 ايه لا ده فيه رقم قياسي تاني وهنا بنتكلم بس عن رقم القياسي الخمس نهايات متتالية لا ده فيه رقم قياسي تاني من 2017 ل 2024 تمان نهايات الأهلي لعفهم سبعة تمان نهايات الأهلي لعفهم سبعة 2017 مع الوداد في المغرب 2018 مع الترجي في تونس 2019 خرج من دور الثمانية لكن 2020 الفاينل مع الزمالك 21 مع قايزا ريتشيفز في المغرب مباراة على الأرض محايدة 2022 مباراة على ملعب نادي الوداد كان نهاية أفريقيا 2022 2023 مباراة زهاب وإياب مع الوداد والفاينل كان في المغرب أخيراً رجعنا من تاني نلعب الفاينل في استاد القاهرة شوفوا بعد الفترة دي كلها أخيراً الفاينل في استاد القاهرة الناس هتقول لي 2020 كان في استاد القاهرة وقتها كانت أرعة مكانش ملعبك وقتها مكانش ملعبك وقتها كانت أرعة ما بين الأهل والزمالك والوداد والرجاء اللي هيلعب أو الفريتين اللي من دولة واحدة يوصلوا فينل لعب المباراة على أرضهم فما كانش ملعب الأهلي كان ملعب محايد زي ما بيقولوا 17 كانت الفاينل في المغرب 18 كان الفاينل في تونس 21 كان في المغرب 22 كان في المغرب 23 كان في المغرب 2020 مع اب محايد وقت المباراة بن جمهور شوف بعد كم سنة يعني بعد كم سنة بعد 2013 آخر فاينل دور أبطال بعد 11 سنة الأهلي يرجع يلعب فينل في استاد القاهرة أنا بتكلم على دور الأبطال لأن الأهلي وصل فاينل كونفيدرالية 2015 على استاد القاهرة ماتش سي سبور ولكن في دور الأبطال بعد 11 سنة الأهلي بيرجع لستاد القاهرة عشان يلعب فينل لأن 2013 يتلعب على استاد المؤولين العرب 2012 كان في ملعب رادس أيضا 2008 كان ملعب القطن كان المباراة الأهلي والقطن الكاميروني لو هتحسب فاينل أفريقيا مع القطن الكاميروني 2008 نقدر نقول بعد 16 سنة الأهلي بيعود عشان يلعب فينل دور الأبطال على نفس الملعب اللي لعب عليه فينل 2008 مع القطن كان أرقام قياسية كبيرة وعديدة لو هنتكلم عليها من النهاردة لغاية بقرة حاجة تانية انت بتلعب 17 نهائي ان شاء الله تكون البطولة 12 تبقى خدت البطولة دي 12 مرة من 17 فاينل فقدت البطولة 5 مرات بيذن الله ان شاء الله تكون البطولة الـ 12 من 17 نهائي تاريخي بقول لكم أرقام الأهلي بيكسر أرقامه القياسية هو مش بيكسر أو داخل في منافسة مع نادي تاني لا الأهلي بيكسر أرقامه القياسية عارب المنافسين حتى في الوصول لنهايات مين الترجي 9 نهائيات الزمالك 8 نهائيات كوتوك ومازنبي 7 نهائيات ولكن الأهلي 17 نهائي 20 مباراة متتالية انتصارات بلا خسارة في دور الأبطال مارسل كولر قصر الرقم القياسي للبرتغالي مانويل جوزي مارسل كولر حقق 20 مباراة متتالية بلا خسارة في دوري أبطال أفريقيا منذ المباراة الشهيرة مع سانداونزي في بريتوريا في مارس قدر مارسل كولر بعدها يلعب 20 مباراة لم يتلقى أي خسارة انتصارات وتعادلات خارج الديار ولكن كل المباراة الحمد لله بلا خسارة كلها أرقام قياسية كبيرة جدا النادي الآلي بيعادل رقم ريال مدريت الأسباني في الوصول للنهائي المرة السبعتاشر وبيعادل رقم ريال مدريت الأسباني بالوصول للنهائي للمرة الخمسة على التوالي الريال حقق هذا الرقم في الستينات في دوري أبطال أوروبا الأهل في الألفية الجديدة بيحقق هذا الرقم خمس نهائيات متتالية بقولكم الأرقام القياسية كبيرة جدا خمس نهائي على التوالي سبع سنوات تنهائي من أصل ثمان نهائيات ولو بتتكلم على الأهداف الأهلي في دور أبطال إفريقيا سواء في دور المجموعات أو في الأدوار النهائية محقق 18 هدف دخل مرمى الأهلي هدف واحد فقط دخل مرمى الأهلي هدف واحد كان في تنزانيا أمام يانجي أفريكانز التنزاني مصطفى شبير سبع مباريات متتالية منذ أن تولى مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي سبع مباريات كيلين شيد سبع مباريات متتالية كيلين شيد 630 دقيقة لم يدخل مرمى مصطفى شبير أي هدف رقم قياسي لحارس صاعد بيتواجد مع الأهلي في أول مسابقة إفريقية لمستقبل حراسة المرمى في النادي الأهلي بخير ومع عودة الشناوي الحارس الأول في مصر أصبحت الأمور الحمد لله تحط في بطلق بطي خصيفي الأساسي واللي كان بديل قبل كده وبقى أساسي دلوقتي اللي اتنين هم أفضل حراس في مصر وأفريقيا دلوقتي مفيش حد في أفريقيا دلوقتي محقق نفس الأرقام اللي محققها مصطفى شبير كل دي أرقام مهمة جدا لكن لو تتكلم على مين الأكثر مشاركة في المباريات محمد هاني 990 دقيقة علي معلول 900 دقيقة محمد عبد المنعم 278 دقيقة بيرستاو 670 دقيقة حسين الشحات هدف الأهلي في دور الأبطال خمس أهداف لقب 673 دقيقة بس كهرباء من 9 مباريات حوالي 400 دقيقة جايب أربع أهداف تاني الهدفين بعد محمود كهرباء عبد المنعم مبارح هدف الفوز أو الهدف الأول في مازنبي هو أول هدف للسنة دي في دور أبطال إفريقيا وهو كان صاحب الهدف التاريخي في الوداد في نهاية العام الماضي نفس الأمر أكرم توفيق نفس الأمر ليه وسام أبو علي في حاجة مبارح كانت إيجابية جدا بالنسبة للأهلي فعصر الاحتراف صعب جدا إنك تلاقي فريق بيعتمد على أكتر من 50% من لعب قطاع الناشئين في الفريق الأول وبتلعب نهاية إفريقيا أو بتلعب دوري الثمانية وسيمي فاينال دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي رغم عصر الاحتراف والطموح اللي عند البعض والملايين اللي تتصرف ووصلت الميزانيات بالمليارات الأهل المبارح بيلعب نصف نهاية دوري أبطال إفريقيا أمام مين؟ أمام مازنبي بكم لعب من قطاع الناشئين؟ بستة ستة من لعبي النادي الأهلي وولادي النادي الأهلي من قطاع الناشئين مصطفى شبير لعب النادي الأهلي في المرحلة السنية موليد ألفين رامي ربيعة من قطاع الناشئين موليد تلاتة وتسعين أحمد عبدالقادر موليد تسعة وتسعين من قطاع الناشئين في النادي الأهلي محمد عبد المنعم موليد تسعة وتسعين من قطاع الناشئين في النادي الأهلي محمد هاني موليد ستة وتسعين من قطاع الناشئين في النادي الأهلي أحمد نبيل كوكا مواليد 2001 من قطاع الناشئين في النادي الأهلي ست مراحل مختلفة سنية في قطاع الناشئين كانت متواجدة مبارح في الفريق الأول بتلعب سيمي فاينال دورة أبطال إفريقي أمان فريق عنده حارس سنغالي وعنده لعبين محترفين سيمبا نفس الأمر يانجي أفريكانز نفس الأمر سانداونز بملياراته بفلوسه جايب لعبة من أوروكوي ومن البرازيل الترجي عنده اتنين برازيليين مقصرين الدنيا ولكن الأهلي عنده لعبين محترفين ولكن القوام الأساسي مرسل كولر اعتمد مبارح على ستة من حداشر من قطاع الناشئين في مختلف المراحل السنية تبدأ من مرحلة تلاتة وتسعين وتروح لمرحلة التسعة وتسعين والستة وتسعين والألفين والألفين واحد هو ده تواصل الأجيال دي أرقام ما ينفعش نعديها اللقطة دي والرقم ده والمشهد ده ما ينفعش نعديه الانتصار حلو والتأهل جميل ولكن لازم نبروز التفاصيل اللي موجودة في المباراة بتواجد هؤلاء اللعبين دي كلها حاجات كويسة جداً ربتكلم على مباراة الأهلي امبارح مع مازينبي لو سألتكم على منقف زماتش والسؤال اللي طرحنا في بداية الحلقة ناس كتيرة امبارح في المدرجات كانت متفقى على فكرة أن أكرم توفيق منقف زماتش أكرم توفيق أنقذ الأهلي من هدف محقق شال الكورة من على الخط المرمى أكتر لاعب استخرص كورة في وسط الملعب استخلاص الكورة بالمعنى البروفيشنال بدون أي فاول وبدون أي انذار والهدف التالت اللي أنجز المباراة وخلص المباراة ده اللعيب اللي تقدر تقول عليه مهما بعيد أو جاي من بعيد أكرم توفيق الراجل لعيب تقدر تعتمد عليه من تاني أحمد عبدالقادر من تاني محمود متولي لعيب شوت في ملعب مازمبي ومبارح نزل بديل أنا ليه عايز أخص التلاتة تحديدا لأن الفترة الأخيرة ودايماً هعيد وزيد في نفس الكلام طول ما فيه ناس متربصة بالنادي الأهلي هتستنى نتيجة سلبية عشان تطلع للأخبار السلبية أنا هفضل أعيد وزيد في الموضوع ده عشان جمهوري النادي الأهلي يبدأ يفلطر ويعرف مين اللي بيشتغل إعلام بجد أنا مش أقول ضد ولا معه بس اللي بيشتغل إعلام بجد واللي بيحاول يعمل شغل هنباقة على الهوى فجأة مباراة الزمالك اتحطت في توقيت غلط والأهلي رايح يلعب مازمبي ودي مش أول مرة دي للمرة التالتة أو الرابعة كل ما القالي كنا عنده مباراة مهمة في دورة أبطال إفريقية يتلاقي دارة المساواة حطت مباريات صعبة في توقيتات صعبة للأهلي مباراة الزمالك مؤجلة مرتين ثلاثة يوم ما تتحط تتحط قبل الصفر إلى سيمي فاينال دورة أبطال إفريقية فالمدير الفني مش هيبقى عارف يلعب إزاي يحضر لمازمبي البطول إفريقية أهم مئت مرة من الدورة ولا يفكر في ماتش الزمالك خلصت المباراة أحداثها بنتيجتها وخسر للأهلي اللقاء بفعل فعل آه الأهلي مكانش كويس بس برضو كانت فيها أسباب قدت للخسارة على طول بقى الناس كانت جاهزة الناحية التانية بالأرقام السلبية بالأخبار السلبية استنى ماتش العودة كاسب الآهلي وصل الفاينال لا أجل الكلام شوية فيه تربص فيه تربص بالنادي الأهلي فيه تربص بلعب النادي الأهلي فيه تربص بالجهاز الفني للنادي الأهلي دي كرة أكرم طوفين بار الكرة دي كانت لقطة محورية مش هي لعبة الفارباس ده الكرة دي بالذات كانت لقطة محورية كانت ممكن تقلب مجرية المباراة أول دقيقة في الشوت التاني عارفيني يعني إيه أخطر وقت في أي مباراة نهاية الشوت الأول أو بداية الشوت التاني أو نهاية الشوت التاني أخطر وقت ممكن تفرد أسلوبك وسيطرتك على اللقاء لعبة زي دي أكرم توفيق تواجد في المكان المناسب أنقذ الكرة رغم أنه بيلعب في مركز ستة يعني ممكن يكونوا على مركز مثلا أو على السكسياردة مش على خط المرمة ولكن أدى دوره بشكل ممتاز أدى دوره بشكل ممتاز نرجع لفكرة التربص اللي بيحصل مع النادي الأهلي وجن جزء من التربص الكلام على أكرم توفيق ماشي من النادي الأهلي محمود متولي ماشي من النادي الأهلي أحمد عبدالقادر ماشي من النادي الأهلي وأنا فاكر وقتها والله من ثلاث شهور قلت يا جماعة كرة القدم فيها متغيرات كتير جدا لعب ممكن يقعد سنة كاملة ما يلعبش لظروف إصابة وظروف فنية تيجي تعتمد عليه في مباراة مصرية ومهمة جدا يكون هو ما نقف زماتش أكيد المدير الفن مش هاهو القرارب ما شاينه الناس لازم تتعلم ونازم يكون عندها خبرات إلا بقى لو أنت متربص وده اللي هيبني الفترة الجاية مين المتربص ومين اللي بيتكلم للصالح العام أنا مش هقولك دافع عن الأهلي في الصحة والغلط ولكن لما تقدم مادة إعلامية للناس لازم تقدم مادة إعلامية ميهنية خدوا بالكم كمان بعد ماتش مبارح لسه فيه ناس متربصة إزاي عمر السلية وارد إنه يكون خارج زعلان من أدائه واللعيبة دي يا جماعة ما تتعاملوش معها لأنها آلات بني آدم بيحس بيتفرج عارف إمكانياته عارف قدراته حس إنه أدى ولا ما قداش ليه دايماً تاخد في سكة إن عمر السلية خارج زعلان ما يمكن زعلان مثلاً من نفسه زعلان هو كان لازم يكون ليه ضرق مثلاً أفضل من كده في المباراة وعايز تثبت صحة كلامي أو خطأ كلامي بص على المباراة أو بص على الصور بعد المباراة اللي زعلان من التغيير هيروح يهني زملائه وبقى فرحان معاهم بالنتيجة والتأهل ما هو زعلان أنه تغير لكن ممكن عشان هو زعلان من نفسه ومن أدائه احتفل مع زميله قرنه وشوفه لعيب لما بيخرج هو زعلان من تغيير ولعيب هو زعلان من نفسه عشان الناس اللي بتصدر لك صور بتحول أنت خارج مباراة عامل سنفونية وترطاية حلوة لازم يترمى عليه شوية طراب ما فيه ناس قاعدة عشان كده ترمى عليه شوية طراب عمر السلية لعيب ومايسترو في وسط الملعب عمر السلية خرج الناس كلام برح لقطت فيديو إيه اللي عمله ده إزاي حصل ده سابه الماتش كله بأحداثه لعيب يا جماعة لعيب بيحس وبيفهم وبيتفرج ولعيب كورة وعمر السلية لعيب لمساته عمر السلية لعيب لمساته جميلة احنا بنطلق عليه مايسترو وسط الملعب لما يطلع وهو حاس أنه مقداش بشكل كويس اللي بيعلن لما بيكون فيه قرار زي ده بيتكلم عليه الأمر الثاني محمد عبد المنعم هل حد سأل هل في فيديو لو محمد عبد المنعم بيحتفل بالشكل اللي مبارح حاب اللي البعض يصوره هي صورة اطلقتت من مصور في المباراة ومحمد عبد المنعم مبارح اشتكى من كدمة قوية جدا في الفغد نتيجة استضام لاعب من مازمبي باللستارز في رجليه وحصل جرح في هذا المكان عبد المنعم لما احتفل بالهدف عمل ايه راح له الجمهور فكرنا باحتفالات الألف 2013 تريكا وجمعة واللعيبة اللي راحت مع جمهور الألف 2013 لما احتفل بدورة أبطال إفريقيا على أورلاندو بايرتز منهم عمل نفس المشهد مبارح بعد ما رجع وبعد الاحتفالية بيتطمل انه حس من الجاري رجليه في حاجة الناس خدتوا الصورة وعملوا عليها فيلم هندي وإيه الاحتفال ده انت دخلت في نيته انت سألت الجهاز الطبي سألت الجهاز الفني عرفت عنده ايه لا هو التربص بالأهلي يسيب المكسب بسلسية على مازمبي تبتلاعي مازمبي هنا في القاهرة كاسبانه تلاتة سانداونز اتغلب من مازمبي في مازمبي بيرامز اتغلب بسلسية في مازمبي الزمالك كله نتائجه سلبية مع مازمبي الأهلي الوحيد نتائجه وجبية مع مازمبي سابوا كل ده ومسكين في لاطة السلية وصورة لمحمد عبد المنعم لا الكلام اللي تال هنا صح ولا الكلام اللي تال هنا صح بس هو الهدف انك ترمي ترمي بس ايه تراب على الترطاية مكسب مهم وتأهل تاريخي وزي ما قلت لحضراتكم هو دايما بيبقى فيه سكريبت كده لازم بتحض لو فيه خسارة بيطلع بالشكل ده لو فيه مكسب بتدور على لقطة او بتدور على صورة طيب عندي كلام كتير على التحكيم على مباراة مبارح والتأهل لمواجد الترجي ولكن محتاجين نبص لللي جاي اتأهلنا لنهاية دور الأبطال من النهاردة لغاية 18 مايو لقاء الزهاف في رادس هل الفترة دي هيبقى فيه مباراة في الدوري؟ اه فيه اربع مباراة في الدوري اول مباراة هتكون يوم الاربع اللي جاي في ستادس برج العرب مع فريق الإسماعيل كل التفاصيل هنعرفها دلوقتي من خلال زمننا شريف شعبان المتواجد حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نسأل على المرحلة الجاية اللي هتكون بدايتها مباراة الإسماعيلي أجواء وأصداء مباراة الأمس ولو فيه اي تفاصيل أخرى بالتأكيد عن عرفها من شريف مساء الفول يا شريف مساء الخير زميل محمد تحاتي ليك وتحاتي لكل مشاهدي القناة الأهلي في كل مكان وليوم مبروك يا محمد وليوم مبروك لكل جماهيرنا الحمد لله انجازنا بعد وانجاز الأهلي بيوصل للنهائي لمرة الخمسة على التوالي نمسك الخشب بإذن الله ربي بإذن الله يكون اللقب من نصيب النادي الأهلي طيب انت في قلب الحدث وأكيد يكون عندك تفاصيل بقى بخصوص الاستعدادات للمباراة اللي جاية النهاردة استيناف للتدريبات بكرة راحة سلبية الجديدة عندك بالتأكيد من مراني الأهلي اللي هينطلق الساعة كان برضو لو عندك توقيت رسمي خلاص الجهاز استقرنا يبدأ المراني الساعة كان خلين الأول أشهد بملعب التتشي اللي من خلفي ما شاء الله محمد حاجة محترمة جدا حاجة يعني والأروع والأجمل يمكن في أبها صور لي وشايف كمان بعض يعني الشغل الجامد جدا في ملعب التتشي من خلفي يمكن فيه توضبات كتيرة جدا في ملعب التتشي عشان يظهر في أبها صورة لي التمرين هيكون فيه السادسة مساءًا يمكن مثل القرر النهاردة فاجينا أنها ممكن يعمل تأسيمة ما بين الناس اللي ملعبتشي وبعد قطاع الناشئين فكمان قليل هيكون فيه مباراة تأسيمة كده أو ميني ماتش صغير علشان خاطر يرفع الحمل للناس اللي لا بتشاركش فيه الفترات الأخيرة وده في علم التدريب طبعا صح جدا عشان خاطر يوصل بالحمل يبقى كله الأحمال كلها واحد عشان خاطر المباريات الجاية زي ما أنت تفضلت وقلت ضغط المباريات الفترة الجاية جامدة جدا إذا كان الإسماعيلي أو الجونة أو الاتحاد أو بلدية المحلة امبارح خلصة الأفراح امبارح تعليمات الكابتن خالد بيبو مدير القرى بالنادي الآلي خلاص نقفل الصفحة نركز فيه مشوار المحلي مباراة الإسماعيلي مباراة قوية جدا عندهم جهاز فني والعروع والأجمل عندهم فرقة محترمة جدا مستر القرى حذر من فريق الإسماعيلي حذر من الإفراط فيه الأفراح ومشاء الله العيب النادي الآلي يوغدين على هذا المنوال طبعا فخلاص قفلوا صفحة مباراة مازينبي وتركيز فقط فيه المشوار المحلي مباراة الإسماعيلي هتكون يوم الأربع بإذن الله في برج العرب طبعا زي ما قلت النهاردة أو زي ما قلتلك النهاردة فيه أشبه بمباراة ودية بكرة راحة يوم الاتنين والثلاث هيكون فيه تمرين فيه السادسة وهيسافر الفرقة طبعا فيه معسكر فيه الإسكندرية أو أحد الفندق القريبة من ملعب برج العرب نتمنى بإذن الله رب التوفيق للنادي الأهلي وبإذن الله يكون ثلاث نقاط يضافوا إلى رصيد النادي الأهلي موقف الإصابات مبارح ممكن بنتكلم زميلي محمد بعض المس مبارح بتتكلم على عبد المنعم بعض بتتكلم على وسام كلها كدمات وكلها حاجات خفيفة لسه التصريحات الرسمية من الدكتور جاب الله رئيس الجهاز الطب في النادي الأهلي ولكن يعني من سؤالي ومن الشواد الأولى كلها حاجات خفيفة بإذن الله فبإذن الله الأوراق كلها متاحة لمستر كولر كل الإصابات الحمد لله بتتكلم في حسين الشحات وقم عشور وقالي وديانج ومروان اللي النهاردة هيشارك طبعا بإذن الله ويأسر إبراهيم النهاردة أيضا اللي هيشارك النهاردة في جزء من المران والشيناوي فالحمد لله الحمد لله الحمد لله يمكن القيمة بدأت تكتمل عند المدير الفني وبإذن الله يقدر ينقي الحداشر لعب اللي ممكن يلعب بيوم ماتش الإسماعيلي توالي المباريات دخط المباريات الكل هيشارك الكل هياخد فرصة والدليل على كلامي عبدالقادر عبدالقادر ما كانش بيشارك لفترات بدأ الراجل اعتمد عليه الراجل بيعمل روتيشن واللي بيمسك في الفرصة بيكمل فيه أو بيكمل في فكر الراجل فبإذن الله يكون اللي جاي كله انتصارات للنادي الأهلي بإذن الله الزميل عزيز شريف شعبان بشكرك بالتأكيد على هذه الإطلالة وهذه التفاصيل الهمة من ملعب مختار التدشي بالجزيرة على طول يعني الفريق خلص ماتش مبارح النهاردة استينافل التدريبات تسعدها لمواجهة الإسماعيلي اللي أربع اللي جاي لسه عندك أوليس وتفاصيل إطلالة على ماتش الفاينال من بدل هنتكلم عليه لأنه عندنا معلومات مهمة النهاردة بالتأكيد على فريق الترجي التونسي ولكن كل ده بعد الفصل المبقى مهم جدا أنا عايزة أتكلمه على فريق الترجي التونسي كل اللي فات ننسى الأغاني لنا حكايات في رادس رادس ملعبنا باللهجة التونسية أو بالدرجة التونسية خبزتنا وتوحشتونا والكلام ده ده كلام حلو أوي برا الملعب ولكن في الملعب ماتش صعب جدا أصعب من مازمبي أصعب مباراة للأهل في دورة الأبطال هي مباراة الترجي وتعالوا مع بعض نتكلم على الترجي ونقول النهاردة كده في إطلالة سريعة لسه عندنا أكيد 18 يوم أو 20 يوم هنتكلم على الترجي كتير ولكن النهاردة عايزة فوق الناس بدري الناس اللي فرحانا اللي هتلعب الترجي لا سواء الترجي أو سانداونز المباراة صعبة وأصعب بمواجهة الترجي أولا الترجي التونسي تولى تدريبه مدرب برتغالي اسمه جزيء كاردوسو لسه متولى المسئولية بالزبط من حوالي 4 شهور تولى المسئولية 12 يناير 20-24 خلفا للمدرب التونسي طريق سابت اللي خرج من سيمة فانال السوبرليج نتاج مكادش جيدة في الدوري التونسي في السوبرليج خرج من الوداد بدأ دول المجموعات خسر من الهلال في تنزانيا 3-1 فعلى طول حمد المداب ورياض بن نور قال لك نجي مدرب برتغالي جابه كاردوسو وهذا المدرب عمل نتاج إيجابية جدا مع الترجي في 3 شهور دول غير شكل الفريق أولا من وقت ما تولى المسئولية لغاية اللحظة اللي بتكلم معكم فيها مخسرش ولا مباراة كمل مرحلة دول المجموعات كان فيه 3 لقاءات سواء مع الهلال أو مع النجم أو حتى مع بيترو أتلتكو نتاج كلها إيجابية لعب سيمي فاينال لعب دوري التمانية مع أسك ميموزا تعادل سلبي في تونس وفي أبيتجان لعب سيمي فاينال مع سانداونز كسبو زهابا إيابا فالراجل عامل نتاج إيجابية جدا على المستوى الإفريقي حاجة تانية حارس التراجي التونسي على فكرة حارس التراجي التونسي مميش أصغر من مصطفى شبير باربع سنين حارس التراجي التونسي مميش أصغر من مصطفى شبير باربع سنين ده موليد 2004 موليد 20 إبريل 2004 يعني تم 20 سنة من حوالي أسبوع ده حارس التراجي التونسي اللي متقلق ومتعملق في المباراة الافريقية الاخيرة فانت عندك حارس عظيم وهناك برضو في حارس صاعد متقلق جدا عنده عشرين سنة الكل بيقول انه هو مستقبل حراسة المرمى في تونس تبص على الفراودة واللعابة الاجانب اتنين برازيليين يانساس اللي بيرتدي رقم عشرة ورودريجو اللي بيرتدي رقم تمانية وتلاتين اللي اتنين لوحدهم السنة دي مع التراجي التونسي في جميع البطولات عشرين مسامة تهديفية يانساس سجل خمسة وصنع ستة رودريجو سجل سبعة وصنع اتنين لعابة عاملة فارق شاسع في الناحية الهجومية فانت تتكلم على لعابة احراز يعني نتائج ايجابية بص على التراجي في الفترة الاخيرة لم يتلقى اي اهداف رادس لم يتلقى اي اهداف رادس حداشر مباراة من اصل اتناشر مباراة بشباك نظيفة في جميع البطولات اخر تمان ماتشاط في دور الابطال اخر تمان ماتشاط في دور الابطال شباك نظيفة لم يتلقى التراجي اي هدف فكلها ارقام تقولك لا ماتش صعب ارقام التراجي في الفترة الاخيرة اخر ثلاث شهور رهيبة جدة من ارقام الاهلي اللي اتحققت اخر ست شهور تبصي كمان على اللعبة المميزة انت بتتكلم مثلا على ياسين مرياح محمد امين تجاي محمد امين بن حميدة التلاث لعبة دول لعبين اكتر من حداشر مباراة يعني انت عندك فيه ثبات في التشكيل في فريق التراجي التونسو وفيه قوام اساسي ابتدى يعتمد عليه كاردوسو مع التراجي منذ ان تولى المسئولية في يناير عشرين اربعة وعشرين اللعبة كانت بتلعب مع طريق ثابت دخل المدارب البرتغالي اعتمد عليها بس غير في التكتك وفي طريق اللعب فالتراجي ماتش صعب التراجي لازم يتعمل حسابه عايز تاخد البطولة لازم تعمل نتيجة جباية فرانس ده مهم جدا عشان هذا اللقاء اللي بإذن الله ان شاء الله يكون في صالح النادي الاهلي دي كانت ابرز التفاصيل اللي عايز اتكلم فيها على التراجي التونسي بدايته في البطولة مزاي دلوقتي محدش يحط مقاييس قديمة شوية على مباراة الفاينال الفاينال اللي وضعه مختلف تماما فلازم نعمل حساب للتراجي زي ما عملنا حساب لأي فرقة بنلعابها في دوري ابطال افريقيا السنة طيب نروح بقى الموضوع التحكيم ناس كتير عملت اتكلم مبارح الفار انقذ المباراة الفار تدخل بشكل متميز جدا احنا تكلمنا على التحكيم في الفترة الاخيرة وكل اللي قلناه حصل الحمد لله بالملي الحكام اللي قداره زي هاب وعياب سيمي فاينال كانت حكام مشهودة لها بالامانة والنزاهة في المباراتين تحديدا امام مازينبي هذا الفريد تحديدا انت محتاج حكم عنده امانة ونزاهة اكتر من الفنيات لان كاجه عند اقنقنية فار هتدخل في التوقيت المناسب واكبر دليل انت مبارح حتى لو كنت متعادل الرجل ادى اتنشر دقيقة وتضايع كان فيه وتضايع كتير الرجل ادى اتنشر دقيقة ما عندهش مشكلة الشوت الاول ادى سبعة دقيقة الانزارات ما كانتش كتير بترقماكو برضو راجع من اصابة فالحالة الفنية عنده مش بنفس القدرات اللي كان موجود فيها السنة اللي فاتت خدوا بالكو بترقماكو الكيني هو اللي ادار سيمي فاينال الاهل والترجي في تونس هو اللي ادار سيمي فاينال الاهل والترجي يعني حكم عنده قدرات كبيرة ولكن مبارح ما كانش موفق في بعض الحالات لعبة الفار مبارح ناس كتير عملا تشكر في ماريا ريفت لانها لها صوابق قبل جدا سلبية جدا مع النادي الاهلي وتدخلات فنية كانت خطأة في الفترات السابقة لا وانا قلت لحضراتكم هي المرأة الحديدية الكل بيديها مطشاط مهمة في الفترة الحالية بس ليه الاداء اتغير عما سبق الفكرة والناس لازم تاخد بالها من الكلام اللي هقوله ده الضغط الاعلامي على الاخطاء التحكمية الموجودة في المبارحة الافريقية بتجيب نتيجة وبتوصل وبتسمع والناس بتتابع ليه؟ ماريا ريفت لما كانت موجودة في السوبر ليج مبارحة الاهل وصندونز في بيريتوريا كان معاها على الفار المغربي عادل زوراك وفي مبارحة الاهل واتحاد العاصمة السوبر الافريقي اللي اتلعب في السعودية كان معاها على الفار عادل زوراك وهي كانت بداية شغلها على تقنية الفيديو هي فار والمغرب عادل زوراك ايه فار وكانت متواجدة في المباراتين دول مع النادي الاهل تحديدا حصلت اخطاء عديدة من المبارات اللي قدرتها في لقاءات الاهل تحديدا بس الخطة تغيرت والخريطة تغيرت ليه؟ لما تبص على تعينات حكال فار تحديدا مع ماريا ريفت هتلاقي ان الكاف ابتدى يتدرق الامر هي خبراتها قليلا عادل زوراك خلاص على وشك الاعتزال فما كانتش وغدى الكفاءة الجيدة في التقنية بحس انها تتعلم لان طبعا الموريشيوس ما بتطبعش تقنية الفيديو فاللي عملته لاجمة حكام الكاف مع ماريا ريفت في الفترة الاخيرة في كاس القوم الافريقية تواجد معاها محمود عشور في كم مباراة خمس مباريات عشان يبقى مساعد لها تتعلم من امكانيات وخبرات محمود عشور في تقنية الفيديو خمس مباريات اللعبة دي مبارح الناس بتقول ماريا ريفت والاداة بتعمل ماريا ريفت لا هي اكيد اتعلمت بس كان معاها حكم ايه فاري مبارح موجودة عشان الحاجات اللي زي دي الجزائر يلحلوا بالبراهب لازم نودي كل واحد حقه ماريا ريفت قبل كده لما كانت مع محمود عشور ادوها ايه الرأس الاخضر وموريتانيا انجولا ونبيبيا المغرب وتنزانيا السرغال والكاميرون الفاينال نيجيريا وكوديفور ست مباريات في كاس الأمم اشتغلت مع محمود عشور طيب لحلو بن براهم برضو كان تواجد مع ماريا ريفت في مباريات وكان حطوه قبل كده مع سيدات او حكمات في في الظار عشان يستفيدوا بخبرات لحلو زي محمود عشور شفنا مثلا سليمة شفنا مكاليمة شفنا كذا حكمة موجودة مع لحلو في مباراتنا بيبيا ومالي تونس ومالي موزانبيك وغانا مالي وكوديفور المغرب والكونغو تطلع من كاس الأمم تلاقي ماريا ريفت مع محمد عادل في دور الأبطال ومع لحلو بن براهم في مبارات الاهل ومازنبي عشان كده تلاقي أداءها في الفترة الأخيرة اختلف عن ما سبق ابتدى الكاف يغير سياسته ويحط معه حكم خبرة عشان تتعلم منهم فلقطة مبارح دي كانت لازم تتشاف بالشكل ده ناس مستغربة لا لأن الفار مبارح لحلو بن براهم ده 11 مبارات فار في كاس الأمم زي محمود عشور 11 مبارات فار في كاس الأمم فالتحكيم في أفريقيا من كتر الضغط والكلام عليه ناتجة الأخطاء الكتير الناس بتحاول تراجع شغلها والضغط الإيجابي في مسألة الأخطاء التحكمية بيسمع بشكل كويس وده دور الإعلام إن يوجه المسؤول لو عنده خطأ يتدارج هذا الخطأ ماريا في بداية تحكيمها فار السنة دي في المسلم الأفريقي عملت أخطاء كارسية فابتدأ يداركوا الأمر ويحطوا معه حكام خبرة سواء لحلو أو حتى محمود عشور حاجة الغريبة ناس كتيراً بحكة بتتكلم على فكرة أصل مخرج المباراة هو اللي عمل اللقطة وده للفار يا جماعة يعني أرجوكم لما تقولوا معلومة يا تتقال صح يا محدش يتكلم في حاجة ومش فاهم فيها لعبة الفار تحديداً المخرج برا المشهد تماماً المخرج بيعرض إيه؟ اللقطة لقامكم على الشاشة دي بعد الفار ما بيشتغل عليها والأوبريتور بيديها للحكم بيشتغل عليها وبيطلحها بيديها للمخرج يستعرض على الشاشة يعني إعادة اللعبة على الشاشة أثناء مراجعة الفار المخرج برا المشهد المخرج قاعد بيتفرج زي زيك فيه أوبريتور قاعد جنبيه في عربية الفار بيدي للفار والإيه فار؟ اللقطات وهم بيبدأوا يشتغلوا على اللقطات ويعيدوا اللعبة مرة واثنين وثلاثة الحكم الملعب كل الصور اللي انتوا شايفينها دي ده شغل الفار مش المخرج المخرج برا المشهد يا جماعة المخرج إمتى بقى يظهر؟ لما يدي القرار الحكم في الفار يقول المخرج يتفضل هي دي اللقطة اللي استنتق عليها هنا المخرج بقى بيعرض اللقطة اللي جايله من عربية الفار لا المخرج بيدي لقطة ولا المخرج هو اللي بيقطع ولا المخرج هو اللي بيصور كل الكاميرات دي كاميرات الفار وفي إيبريتوري شغال والفار والإيه فار بيشتغلوا عليها وحالة فكرة كل الأسامي اللي تقالت مبارح على مخرجين المباراة ما كانوا شوهم اللي بيخرجوا المباراة عشان تعرفوا إن في ناس غرضها دايما تعمل بلبلة للنادي الأهلي بلبلة الجامهيري للنادي الأهلي وما احترامل أي رأي تحكيمي اللي تقالي مبارح ده في بعض الناس قالت إيه أصل الكرة مش لمسة يد وفي لعيبة مبارح طالعة ولا كان عندها فكرة عن الكرة والله تقول لك إيه خطأ تحكيمي الآن يتأهل بخطأ تحكيمي يا راجل إلعب بس الأول وريني تاريخك التحكيمي الأول أو تاريخك القروي فاهم كرة ولا مش فاهم كرة إنجازاتك إيه الأول قبل ما تتكلم على ألعاب زي دي الألعاب اللي زي دي عايز حد لعب على مستوى دول كبير لعب مباراة إفريقية على مستوى دول كبير مدرب اشتغل مع فرق كبيرة دي كلها معايير عشان نحكم ونسمع رأيك التحكيمي أو لو خبير تحكيمي مبارح أنا سمعت كذا خبير تحكيمي كابتن جمال الغندور كابتن ناصر عباس هنا في قناة الأهلي كابتن محمد صلاح عبد الفتاح كل الناس أجمعت إنه يدرب الجزاء عشرة العشرة لتاقم الفار في ظل إن التفاصيل دي الحكم الكيني مقدرش يتباح وإحنا في الملعب والله شكين هي تسلل ولا إيه بالضبط لكن اللامس يدد بهذا الشكل شابوه لحكم الفار ودي النتيجة اللي قلتلكم عليها ليه ماريا ريفت بنتهي تشتغل بهذا الشكل الإيجابي حكم الفاينل بنسبة كبيرة هيكون فيه تاقم تحكيم عربي لأن سياسة لجنة الحكام ما بيكون فرقتين من شمال إفريقيا بيتم الاستعانة بحكم من شمال إفريقيا لإدارة هذا اللقاء هل زهابا وإيابا ولا زهابا فقط أو إيابا فقط دعني أعرفه في نهاية هذا الأسبوع لما يتم الاستقرار على تاقم تحكيم مباراة الفاينل كل التفاصيل المتعلقة بهذا اللقاء نطلع نشوف بسرعة آخر أخبار الترند لأنه عنده حاجات سريعة في ترند الأهل أستعرضها معاكم في الجزء الأخير من البرنامج تحبنا عن وطن تحبنا يا صلاة نقول يا صلاة شير يا توين العمر شير خرص الحم الخلالة جيرة جدا سعاد عرضا يوترت عرضا يوترت عرضا يوترت عرضا القالب شير نار يبدع مش مكن شلام يا أبي ما بعدهاك يا أبي شير يلا أخرا يلا أخرا يلا أخرا الله جيد جيد شير جيد 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 هوا اهلا بحضركم من جديد الوقت بيجري بسرعة فهنا استعرض ترند الاهلي البداية من حساب الاتحاد الافريقي دوري الابطال والكأس الكونفدرالية نهاية اعرق واقوى البطولات الترجي والاهلي استعدوا للفصل الاخير في دوري ابطال افريقيا موسم عشرين تلاتة وعشرين عشرين اربعة وعشرين اليوم السابع افريقيا تعرف انجاده الاثناشر يا اهل يا رب بإذن الله تكون بطولة جديدة يلا كورا اثناء تسجيل وسام ابو علي هدفه في شباك مازنبي ظهرت اثار الدماء على ركبتيه بعد اصابته نتيجة عدة التحامات قوية خلال اللقاء هدف على طريقة هالند رونالدو يعني هدف مميز وشايفين طبعا اثار الدماء على ركبة وسام ابو علي الف سلام عليه في الجول بتكلموا على الاقرام توفيق من افزمتش هدف دقة تمريراته 79% تمريرة مفتاحية للهدف تسديدة مراغوة ناجحة الفوز بالصنايات الارضية 8 من 13 الصنايات الهوائية 2 من 3 شاتت الكرة مرتين قطع الكرة 7 مرات منع تسديد على المرمة 3 مرات طيب نروح للمشاركات ونشوف الارقام دي هل ممكن تخلي الجمهور يقول اقرام هو من افزمتش ورايكم في الاداء استاذة زينب بتقول الاداء مقبول وافضل لعب هو مفاسة الملقب باقرام توفيق حمد الله على سلامته امام لمسته دوة معلول ملك الحلول كالعادة ومنعم الرأسيات الحاسمة منعم بقى مركة مسجلة مصطفى بيقول مساء الخير عليك يا أستاذ محمد شكرا لك يا أستاذ مصطفى صراحة الفريق كله كان رجالا بارح لكن اقرام توفيق هو نجم المطش الاول بالتوفيل الاهلي اهلاوه وافتخ تاني رأيي معانا بيقول اقرام هاني بيقول مباراة حبست الانفاس فمن ناحية الفنية الاداء جيد في ظل الضغط العصبي على اللاعبين لكن الحماس لم يغيب عنهم افضل لعب هو الجمهور تحياتي لحضرتك يا أستاذ محمد شكرا جزيلا اخر رأيي معانا مهندس يحيا صابر بيقول من اول دقيقة شعرت ان اللاعبين لديهم تركيز كبير للفز بالمباراة واهضرنا بعض الفرص السهلة في الشت الاول وكان الله بنا رحيما عندما تم إلغاء هدف مازمبي وكافأنا المولى عز وجل بسلاسة أهداف بعد ذلك ولم يقصر أحدا من اللاعبين وتميز أكرم ومعلول وعبد المنعم وهو سام وبعلي التلاتاشر يا أهل اعتقد الاثنواشر يا أستاذ يا حيات عموما دي كانت أبرز التعليقات على سؤال حلقة النهاردة واللي بالتأكيد زي ما احنا شايفين كل الناس بتقول أكرم توفيق الرجل المباراة مبروك للأهل التأهل للنهاية نقفل صفحة الفاينال والترجي مباريات حاسمة في الدوري أربع لقاءات مهمة قبل ما نروح لموقع ترادس يوم 18 مايو في الختام بشكر حضرانكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد بإذن الله في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة